وجه رئيس مجلس النواب المستشار حنى في جبال التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك وثورة الثلاثين من يونيو يطيب لي في هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيج يتوافدون من مشارق الأرض ومغاربها إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام أن أتوجه باسمي واسمكم جميعا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري الكريم وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب قدوم عيد الأطحى المبارك داعينا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعوب العالم بالخير واليمن والبركات ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة احتفال مصر في الثلاثين من شهر يونيو الجاري بالثورة المجيدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حين تنطفض لا يقف أمامها أن يعائق وهي أيضا الثورة التي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مصار جديد من مصارات العمل الوطني المصري الخالص لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية على كافة المستويات بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شكرا